أخواتي السلام عليكم ورحمة الله صباحكم مبارك سعيد بارك الله فيكم جميعا اليوم إن شاء الله بإذنه تعالى سوف أحاول أن أبين لكم الميزان بين النحاس والذهب ولماذا يكون النحاس رخيص الثمن عندما يكون الذهب غاليا ولماذا يكون النحاس مرتفع الثمن في أسواق العالمية عندما يكون الذهب منخفضا إذن إخواني أخواتي هذا هو النحاس النحاس الأحمر النحاس الأصفر النحاس كذلك هذا كله نحاس وهذا وهذا ذهب هذا ذهب هذا كذلك هذه أقراط ذهب النحاس أخواني أخواتي هو معدن صناعي بامتياز يعني يستخدم في الصناعات عبر مختلف أرجاء العالم معدن صناعي بامتياز ولهذا عندما يكون النمو الاقتصادي يسجل أرقاما قياسية وجيدة في العالم فإن الطلبة على النحاس وكذلك الألومنيوم هذا الألومنيوم وكذلك الرصاص مثلا ولكن حاولت أن أخص بالذكر النحاس لأن الجميع يتهافت على جمع النحاس ليبيعه بأسعار غالية إذن عندما يكون النمو الاقتصادي في العالم مرتفعا يزيد الطلب على النحاس يزيد الطلب على النحاس وبالتالي يزيد ثمنه في الأسواق العالمية إذن لماذا تنخفض أسعار الذهب؟ تنخفض أسعار الذهب لأن جل المستثمرين في العالم وبما أن الحركة الاقتصادية في العالم حركة نشطة والنمو الاقتصادي العالمي في تزايد جل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال يحولون أموالهم آنذاك إلى النشاط الصناعي ويتركون الاستثمار في الذهب عندما يحولون نشاطهم إلى الاستثمار في النشاط الصناعي عندما يحولون أموالهم إلى النشاط في الاستثمار الصناعي ترتفع جميع المعادن معداء الذهب الذي يبقى متعطرا وخصوصا معدن النحاس يرتفع كثيرا لماذا؟ لأن الطلب على الذهب يقل بينما يقل الطلب على المعادن الأخرى لأن رؤوس الأموال اتجهت إلى الصناعة إلى العمل إلى الخدمات إلى كل ما يدور في فلك النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي ترتفع أسعار المواد الأولية التي سوف تلبي احتياجات هذا التحرك الاقتصادي المزدهر بما فيها النحاس فيرتفع ثمن النحاس إلى أسعار خيالية في بعض الأحوال أما لماذا ينخفض سعر الذهب بالمقابل؟ فأقول لكم معدن الذهب أيضا هو معدن صناعي ولهذا لماذا ينخفض ثمنه رغم أنه معدن صناعي والنمو الاقتصادي العالمي يتطلب معدن الذهب؟ لأنه إخواني أخواتي معدن الذهب لا يحكم فقط بالنمو العالمي أو بالحركة الاقتصادية المزدهرة إنما يحكم أيضا زيادة ثمنه أيضا يلعب الدور الأساسي فيها هو الإقبال عليه وشرائه لتخزين الأموال ولتخزين الأموال من الضياع أو الاستثمار فيها عندما يكون غاليا يستثمر فيه الأغنية ليس الفقراء الأغنية لأنهم يشارونه بكميات كبيرة ورغم أن الفرق يكون بسيط إلى أنه يشكل ربحا هائلا إذن في الحقيقة الذهب لا يكون منخفض الثمن عندما يكون النحاس مرتفعا ولكن يزيد الذهب يتزيد أسعار الذهب لأن عندما يقل النمو الاقتصادي العالمي ويتراجع وإما أننا نقول أن رأس المال جبان يذهب المستثمرون إلى ما يسمى بالملاذات الآمنة الملاذ الآمن أو كما نقول شيء مكان آمن أو بلصة آمنة لكي أضع فيها أموالي حتى لا تضيع فيقومون بشراء الذهب الذي يستثمر في الذهب يستثمر في الذهب بكثرة الاستثمر شراء الكيلوات أو الأطنان ليس كما نحن الفقراء نحن الفقراء ليس الوقت المناسب لنا لشراء الذهب عندما يكونوا غاليا فقط للمستثمرين ومما أن المستثمرين يقبلون على شراء الذهب يرتفع ثمنهم وبما أن الذين لا يريدون أن تضيع أموالهم يقبلون على تخزينها في الذهب لأنه يعتبر ملاذا آمنا ولا تضيع قيمته كما يحدث الآن حاليا بفعل التوترات في الخليج وانتظار الحملات الأمريكية للانتخابات ما ستصفر عنه يقوم أصحاب رؤوس الأموال بتخزين أموالهم في الذهب حفاظا عليها واستثمارا أيضا وهذا ما يفسر سبب ارتفاع ثمن الذهب يوازيه غبوط في أسعار النحاس لأن المستثمرين يتركون العمل الصناعي الذي يتراجع تتراجع مستويات النمو فيقل الطلب على النحاس فينخفض ثمنه بينما يذهبون إلى تخزين أموالهم واستثمارها في الذهب فيرتفع سعر الذهب هذا هو السبب أيضا الفضة هي معدن صناعي وتعتبر ملاذا آمنا نوعا ما ولكن لا ترتفع أثمانها كما يرتفع ثمن الذهب عند التوترات الاقتصادية أو انخفاض معدلات النمو إذن إخواني أخواتي بارك الله فيكم لهواة جمع النحاس أو للشغال في النحاس أو الاستثمار فيه كلما انخفض الذهب غلا وارتفع ثمن النحاس كلما انخفض ثمن النحاس غلا وارتفع ثمن الذهب شكرا لكم جزيلا بارك الله فيكم جميعا وإلى اللقاء في مناسبة أخرى ادعمونا بالشراك وعمل العجاب والتعليقات إن وجدتم ما يفيد في هذا الفيديو فرصت أظن أن هذه المعلومة غير مفيدة بأن تعرف سبب ارتفاع الذهب عندما يكون النحاس منخفض الثمن أو غلا النحاس عندما يكون الذهب منخفضا يعني النحاس تحكمه الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو بينما تحكم الذهب التوترات في العالم والخوف خوف أصحاب رؤوس الأموال وبالتالي يتجهون إلى الذهب لكي يخزنوا فيه أموالهم ويرتفع بسبب تخزين الأموال والمضاربة والاستثمار شكرا لكم جميعا إخواني أخواتي